أهلا وسهلا فيكم جميعاً وحياكم الله من وين ما كنتوا عم بتتابعونا اليوم راح أحضر معكم مؤطية بوصفة أرز أرز مع الخضار وقطع الجاج بالبداية بحاجة لواحد كوب من الفطر الطازج الأبيض راح أعطيكم وبواسطة سكين حاد راح أقطعه بشكل شرائح طريقة التقطيع بتعتمد على الرغبة عندكم شو بتحب يكون شكله وبالنسبة للخضار بهالوصفة كله اختياري بإمكانكم تستغنوا عن أي شيء أنتوا ما بتحبوه أو تضيفوا أي شيء أنتوا بتحبوه بالمقابل بالإضافة بحاجة لتنين صدر من الجاج في حال ما حبيتوا تستخدم صدور ممكن تستخدم الفخد أو جاج كامل بعض ما ما في مشكلة بالبداية بواسطة سكين حاد راح أقطعه لشرائح طورية بعد هيك راح أخذ هاي شرائح وقطعها كيوبس بحجم متوسط يكون عندي بطنجرة محمية مسبقاً على نار متوسطة راح أضيف ملعقتين من السمن خليها أدوب شوي بإمكانكم تستبدلوها بزيت الزيتون أو زيت النباتي أو الزبدة راح أنزل بصدور الجاج راح أشوحهم على نار عالية مع التقليب المستمر حتى يجف عند الجاج لمدة عشر دقائق ويأخذ معي لون ذهبي من جميع الجهات موزع بشكل منتظم قدر الإمكان مجرد ما الجاج استوى معي وأخذ لون ذهبي من جميع الجهات راح أضيف له مقدار ثلاث أكواب من الجزر والبازيلا فروزن أنا خليتهم يفكوا بدرجة حرارة المطبخ أعطيهم تقليبة مع بعضهم شوي عليهم راح أضيف الفطر وبرضو أعطيهم تقليبة سريعة عليهم راح أضيف مقدار واحد كوب من حبات الذرة بالإضافة لتنين فسطوم مهروسيين والتوم بهالوصفة هو اختياري بس كتير زاكي وبيعطي نكهة ولا أرواح للطبق بدي أعطيهم تقليبة مع بعضهم البعض شوفوا معي هالألوان ما أجملها راح أعطي الخضار عندي على نار متوسطة مع التقليب لمدة خمس دقائق حتى ينزل عندي المقدار مع بعض البعض ويستوي ثلاثة ربع سوى مجرد ما تذبلت معاي الخضار راح أتبلهم بواحد ملعقة كبيرة من الملح واحد ملعقة كبيرة من الابهارات المشكلة بالنسبة للابهارات والتوابل هو اختياري شو بتحبوا أن تضيفوا أو تستغني لكم الحرية بهالوصفة واحد ملعقة كبيرة من الكاري ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون ناعم ربع ملعقة صغيرة من الكركم أعطيهم تقليبة لمدة دقيقة واحدة فقط حتى أحمص عندي الابهارات والتوابل راح أضيف مقدار أربع كوب من الرز الأبيض طويل الحبة منقوع مصفى ومخصول مسبقا راح أعطيهم تقليبة مع بعضهم البعض حتى أحمص الرز عندي وأغلفه من جميع الجهات بهالأطايا البهارات والخضار والجاج مجرد ما تحمصوا الرز راح أنزل بمقدار ستة كوب من الماء المغلي عليهم أعطيهم تقليبة سريعة حتى تتوزع عندي النكهات تجانس مع بعض البعض راح أتركهم على نار قوية حتى يغلع عندي المي وتتصفى على مستوى الرز بالضبط مجرد ما تبخرت عندي المي على مستوى الرز راح أهدي نار على أقل درجة الحرارة مع وضع الغطاء تركها تستوي معي من مدة 20 إلى 25 دقيقة خلينا نشوف طبقنا شو صار نعطي تقليبة سريعة شوفوا معي ما شاء الله لون الرز وقوام ونثري كل حبة بحبتها في طبق التقديم راح أسكب طبقي شوفوا معي ما شاء الله اللون والقوام نثري كل حبة بحبتها مثل ما سبق وخبرتكم بأن الخضار شو أنتوا بتحبوا تضيفه ممكن في ليف الألوان أو كوسة أو حتى جزر بإمكانكم تضيفوا جزر مبروش برضو شوفوا معي هالطبق ما شاء الله والألوان إشي بيفتح النفس والريح ولا أطيب خلينا سوا نتجرب طبقنا لليوم ممكن نتقدموه مع لبن لو بتحبوه أو مع سلطة أو أيصص أو دقوس بإمكانكم نتقدموه بجنبه طبق جدا غني ومفيد بالألوان والنكات ولا أطيب من هيك وبألف عافية عليكم ترجمة نانسي قنقر